سبع الخير مشاهدين الكرام ومشاهدين صوت بيروت انترناشنال وبيروستي على الفيسبوك نحن معكم مباشرة من مدينة صيدة لاستطلاع أراء الناس حول الهدنة حول استمرار هذه الهدنة وتمديدها وهل ستكون هذا التمديد للهدنة هو مدخل لإقاف الحرب على غزة أو أن هذه الهدنة ستنتهي عاجلا وسيكون هناك استكمال للعمليات العسكرية طبعا نحن مع تمديد الهدنة ليومين إضافيين يعيش الحالة أخيرا نتكلم عن الجنوب اللبناني تحديدا حالة من الاستقرار على طول الحدود الجنوبية الكثير من العائلات عادت إلى بلداتها وقراها لتتفقد الأوضاع لتتفقد منازلها لتتفقد أرزاقها هناك أضراب كبيرة كنا سابقا كنا بجولة على الحدود الجنوبية من النقورة حتى منطقة كبركيلة والعديسة كما لاحظنا أن العائلات عادت مؤقتا وهي لسيما أيام السباة والأحاد حيث عاد معظم أهالي الكرة إلى تلك المناطق لتفقدها ولكن اليوم مع استمرار هذه الهدنة هناك تخوف بشكل عام لدى من عودة الإشكالات وعودة الحرب على غزة رغم جميع التطمينات فنحن اليوم يعني بقلب الأسواق التجارية لحتى نحكي أكثر مع العالم وحتى نتحدث مع العالم كيف شايفين الأجواء بالهدنة وهل ساق مرحبا كيف شايف الهدنة هل ممكن شايف كيفك اليوم يا طيل احلى من بارك اقولك شو حتكمل الهدنة توقف الحرب ولا تكملوا الحرب توقف بدا أهل هدنة حتكمل طفي هدنة ولا خلاص اللي طبل طبل اللي زمر زمر عمو خلصة اتهت اي من زمان الاحساب خلص فطورة مدفوعة ودفع دفن اهل غزة والحمد لله رب العالمين يعني شو فيه زعماء شو فيه كذا كي شغلات مرقوة بهالمعركة هايدي والمعماء هايدي بس الحرب عاشت خلق عاشت الحرب اتهت لانه اسرائيل هي لطالب الهدنة مش حماسة لطالب الهدنة ماشي يعطيك العافية احلى بعطالة هل تعتقد اليوم انه هايدي الهدنة هتستمر وحطوها في الحرب على غزة ولا والله كل شي بأمر الله بالدرجة الاولى وتاني شي نقدر نقول حسب المؤامرة اللي هن مخططين له في مؤامرة تستمر بتستمر ما في مؤامرة ما بتستمر ما بتستمر لا ازا الله وفق القادة العرب وحبوا يعملوا لامة محمد شي بوقفوا الكتال وبينهوه وبيعملوا حال دولتان هال بدي يعيشوا هال بدي يعيشوا خلاص هال المفرضوا علينا انت معا حال دولتين يعني مش احسن ما يدلت روحه وتعه وتعوره وتعون ارادي محتلى يعني وناس قالوا ارادي كيفrical هوabout something نحنا ناحذر حليني اصبق هذا السؤال نحنا بصيدة طاحديناه لنا فوق ال مليونيونها الفلسطيني هاه وحتلت اراديهن ونذعون الارضيين وونش مقام وشه Moss هذه حتلت اراديهن وكسهم منهم بيرجا وكسهم منهم ما بدوه يرجع ما بعدو يرجع اعه고요 قسم منهم بدوه يرجع وكسم منهم ما بدوه يرجع يعني انت معا حل الدولتين بدون اااى عادو开 لأ انا محل الدولتان واذا في اعود الى الفلسطينية بيكون احلى واحلى نحنا وين احنا نحنا لاش لانا حد تالتي ناخد لبعيد نحنا الاشياء اللي عنا نحنا هلأ صرنا حرب نحنا واسرائيل قداء نحنا مش حنقول لك نحنا محنقول من السبعة واربين صح صح طيب عن السبعة واربين كم مؤتمر عمله كم لقاء عمله وكم التفاع عمله وصلوا لنتيجة طب هلأ يا جميع اهالي طلع عنده لي شوية قوية والله وفقهم لاش ما بدونش يغضوا حقهم يغضوا حقهم ولا لا والحق دايما ما بضيع دايما قال مثل اللي اله حق ورا منه مطالب ما بضيع شو بتقول انت معاي بقى اللقطة ولا مش معاي اللي اله حق بديو يام ما اخدوش بالأولى بيغضوا بالأخرة لانو رب العالمين قال الاخرة تخير لك من الأولى ولا سوف يهطيك ربك بطرد بدي نرضى بالأسوم المياء شبرا وهنا هنحضر الليلة يلا نحن اللايب على صوت بيروت يلا اقول يا رب حاجة يا رب حاجة بدي سلامتك حبيبي يعطيك الف عافية لا حنكمل جولتنا بالأسواق التجارية لنحكي أكتر مع العالم ناخد أراء العالم حول موضوع الهدنة يعني كان اليوم صباحا المشاهدين الكرام كان في خرق للهدنة من ناحية العدو الاسرائيلي يلي قام صباحا اليوم بيطلق النار آآ بمحيط آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني التي يلي كانت عم تقوم بدورية آآ قرب موقع اليونوفيل في منطقة العباد فاذا يعني في هذا الخرق آآ الجديد اليوم للعدو للعدو الاسرائيلي آآ من العدو الاسرائيلي بإطلاق النار بالتجاه آلية عسكرية للجيش اللبناني خلال دورية كانت آآ عم تقوم بي آآ تقوم فيها قرب موقع العباد هنكمل جولتنا لنشوف آآ 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 راء الناس اقدر عن الوضع وهل فعليا الحرب على غزة هلنخد آآ هذا العم سأعطيك العافية كيفك؟ سؤال صغير برأيك الهبنة اليوم بغزة ستعدي الواقف الحرب و برأيك أنت خبرتك إن شاء الله يوقف الحرب كيف سيف انت الوضاع؟ والله الوضاع سيئ أقرب تعمل لك سؤال اليوم برأيك الهبنة هتستمر بغزة لا لا هتستمر إن شاء الله الهدنة يعني في دغوة دولي في دغوة دولي هتستمر الهدنة على ما أعتقد هتستمر لأنه في ضمار شامل بغزة ضمار شامل ياتك البعض الله يا أفيرة هنكمل جولي مشاهدينا كما ذكرنا نحن مروعدين بسوق صيداء التجارة هيدا السوق يلي عاد شوي شوي يرجح تنتعش الحركة فيه بسية مع بعض عم نحتعان الهدن بغزة عليه عليه شو رأيك هتستمر الهدنة والله حيكون في حارب ترجع طول الحارب هو الحارب ما تنتهي لأنه هاللي اليهود ناس ما يقلون أمان بس هي اليهدنة يرميح للشعر شو قليل اللي صار والله ما عاش فينا نشوف على التلفزيان ونشوف هالمناظر الأطفال هي اللي كانت عم تموت بس هي يعني إذا بصير صفقة شاملة لو أقف اضلاق النار بالضفة وبغزة وصير فيه حل شغلة منيحة شو رأيك أنت يا عبد بعدين أنا برأيي أنه هذه بداية نهاية دولة إسرائيل شو أنت شفتوا جاي ما تقدروا حقا أنه ما إلي أمان قتلت الأنبياء قتلت الأنبياء نحن اليهود أنا كنت معتقى الأنصار وشفتوا لليهود اليهود يعني قداش قولوا عن اللواء اللي قليني أنه أقوى لواء بجيشة إسرائيلية بس كلهم جوانا وكلهم بخيفه إذا حتى لأقول لك شغلة مرة كل يوم تيجي يعدونا مصطفين قاعدين عشرات مصطفين هن في المعسكر له بواب تان السكر أول بوابة خلص يعني هن صاروا برا ونحن شووا بعد ناعدين لما السكر أول بوابة بلشنا نقوم شو عملوا هن دغلي بلش يقوصوا علينا فوق فق راسنا وكل واحد ما بيحملوا إسلاح عادي بيخلوش إلا مجاج بلش يقوصوا علينا فوق راسنا لهيدا شعب جبان يا تكالعافي هنكمل جولتنا كيفك هنكمل جولتنا شوي لحتى ناخد زيدي أراء العالم حول الوضع في غزة وفي جنوب لبنان هل ستستمر الهدنة وهل سيكون هناك انتهاء للحرب في غزة ولا أن الحرب هتستمر مرحبا مرحبا عم كيفك نساك سؤال مرحبا 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 شكرا لك يعني فأذن مشاهدين كرام مشاهدين سود بيرد انترناشنال وبيرجتي على الفيسبوك يعني كما تابعنا وياكم مشاهدين كرام في هذا البث المباشر من مدينة صيدة حيث الأجواء كما ذكرنا يعني هي باختصار مشاهدين يعني أجواء الناس يتطئ يعني اذا فلان قول اذا فلان قول انهم كل يتمنى ان تنتهي على الحرب هذه الحرب التي جنتها اسرائيل وراحة ضحيتها الألاف من الشعب الفلسطيني وابادة جماعية وتطهير عرقي للفلسطينيين ايضا جرائم حرب ان كان بتي جرائم حرب ب يعني قتل الصحفيين قتل الطواقب الطبية القصف على المستشفيات ما فعلته اسرائيل هي جرائم حرب بالجملة فازنا كنا معكم بهذا البث المباشر كما معكم محمد زينت يوسف وصد بيروت انتر ماشر